السلام عليكم. عمدين ايه? في حالة النهاردة ان شاء الله اشرح لك ازاي ان انت تدخل الاونلاين اه سواء الاونلاين العادي بتاع اللعبة لو انت عندك النسخة المكرقة او لو انت اه عايز تدخل الاونلاين العالمي اللي هو عن طريق اه شركة اه تراكرز ام بي وده اللي هو الاونلاين اللي بيبقى فيه ناس كتير. فطبعا قبل ما يبدأ تنسوش بقى تزبطوني كده اللي مش عامل اللايك اضغط لايك كل ما اشتركش في القناة اشترك في القناة. خليني الاول اتكلم عن الفرق بين الاونلاين ده والاونلاين ده. الاونلاين العالمي ده اللي هو فيه لعالم كله. وتقابل في اي حد سواء جانب عرب موجود فيه كل الناس. والاونلاين التاني اللي هو ده موجود في اللعبة نفسها لو انت عندك النسخة المكرقة يعني النسخة مش اصلية. مكرقة يعني نسخة مش اصلية ومسروقة. فانت تقدر تدخل الاونلاين اه فانت تقدر تدخل اللي هو من اللعبة نفسها وهو رولكو دلوقتي. تمام? ده تقدر تستخدمه بس مشكلته ان هو بتخش مع اصحابك بس. لكن ما تقدرش تخش مع مع ناس كتير يعني. فاهمني? يعني هو بس سيرفر اخره تمانية تقدر تلعب فيه انت وصحابك. هي حلوها على فكرة يعني كويس ان هو شغال. يعني انت اصلا اللعبة مش مشتريها. كويس ان فيه شغال تقدر تلعب مع اصحابك حتى لو انت بنزلها مكان راك. طيب نبدأ الاول بالانلاين اللي موجود جوه اللعبة نفسها. مبدئين انت لما بتفتح اللعبة بتبقى بالشكل اللي قدامك ده. من اول اصدار تقريبا واحد تلاتة واربعين تقريبا او واحد اربعين. حاجة زي كده مش فاكر كان كان بالتعديد. بتلاقي في حاجة تحت عليها كرة ارضية ومكتوب تحتها كونوفيس. بتضغط عليها وبعدين بتختار دي هتلاقي فيها سيرفرات كتير. دي سيرفرات الناس عاملها عشان تخش فيها والسيرفر طبعا اخره تمن لعبين بس. طبعا بتلاقي ناس ايرانيين على عرب على مش عارف ايه. بس اللي بيبقى عامل السيرفر ده بيبقى عامل عشان يلعب مع صحابه على فكرة ممتعة جدا انت تلعب في الانلاين اللي اللي بقى لان بيبقى معاك بوتات في قلب الجيم. زائد لو عملت حادسة او حاجة ما تاخدش حاضر وكده. اه لان الانلاين العالمي عشان يخلوه منظم اكتر. ويحافظوا انه مكونش فيه تخريب وناس تخش طبعا تبدأ تخبط في بعضها ويخربوا في السيرفر. فاااا لو انت عملت حادسة ممكن تاخد حاضر. تمام ده لو انته قصيدة يعني لو انته قصيد ان انته تخش في حد. لو سورك فيديو وبعته للشركة بتاخد فيه بانه. وده ان شاء الله بعملكي شارح لها ای ازاي لو حد دخل فيك او أقصد او بيرخم عليك لها انت مسوروه تجيب له بانه. مش موضوع انا ده نبقى نشرحها في فيديو تاني. المهم ان انت بعد ما تخش هنا بتختار السيرفر اللي انت عايز تدخل فيه. لو صاحبك عامل سيرفر. ولو عايز تعمل تعمل تحديث للسيرفرات. لو السيرفر من جزيرة ولا حاجة. هيجيب لك السيرفرات الباقية. عندك هنا اسم السيرفر وهنا عدد اللاعبين اللي موجودين والسيرفر بياخد اقصى حاجة تمام اللاعبين. والاخير ده بتاع السيرفر. طبعا كل مكان المكان قريب منك. كل مكان افضل. يعني لو صاحبك مسلا في مصر وانت في مصر. ده هيكون كويس عندك. هتلاقي بلون اغضر. طبعا انت دلوقتي عايز تعمل سيرفر عشان صاحبك يقدر يخش عندك. فبتيجي طلع تعالى هست كونوفي. اول حاجة بتكتب اسم السيرفر فوق. هنا ما تكتبش ايه حاجة ده ديسكريبشن. كلام مالوش ايه لازم تكتبش فيه حاجة. لو عايز تعمل بتحط هنا. دي رسالة الترحيب مالقاش ايه لازم ابرده ما تكتبش فيه حاجة يبقى انت كل اللي هتستخدمه. هتكتب الاسم. وهتكتب الباسورد. ده عدد اللاعبين طبعا من اول اتنين لحد تمام اللاعبين ده اكسى حاجة. دي لو علمت عليها. السيرفر هيظهر لصحابك اللي في بس. بعد كده اه دي خاصة بالدامج بتاع العربية عشان ما تخشوش في بعض. فاهمني لو عايز تفاعلها بقى فاعلة. دي عشان يبقى فيه معاك وبوتات في قلب الجيم. ما تعدلش على اي حاجة بس يعني نفس الاعدادات اللي انا عاملها دي هي اللي انت تعملها عندك وبتحط الاسم والباسورد. عدد العبين تمانية يعني سيب كل حاجة زي ما هي من الاخر. سيب كل حاجة زي ما هي. حط الاسم والباسورد. علامات الصح دي. اعلم على اللي انا معلم عليه. وبس. وبعدين بتضغط على هيبدأ ان هو يعمل لك السيرفر. السيرفر طبعا هتلاقيه يزهر اه في القايمة هنا. زي ما انت شايفين هو. مكتوب او مودي. وخد بالك لو انت عندك دي اه خرايط او او مفعل اي مودات لازم صاحبك يكون عنده نفس المودات. يعني لو انت محمل مود شاحنة ولا حاجة. لازم صاحبك يكون عنده نفس الشاحنة. عشان لو دخل السيرفر. السيرفر هي تعريبا السيرفر بتقفل. ياما بيترده. ماشي? طبعا دي اضافات كلها موجودة عندي. فلو حد دخل معايا في السيرفر لازم يكون عنده الكلام ده كله. كده ايه احنا خلصنا من اول خطوة وهو الاونلاين العادي. طيب انت دلوقتي عملت سيرفر. خلنا مسلا انه نجرب نخش في اي سيرفر من دول. دلوقتي احنا انت عملت سيرفر. لأ اسف صاحبك عمل سيرفر وانت عايز تخش عنه. فكل عليك بتضغط عليه كده. بتعلم عليه بالشكل ده. وبتختار طبعا انا مش هيرضي يخش عندي اي سيرفر لان انا مثبت نسخة اللي هي خارجة الدول العربية ان شاء الله في فيديو جاي هشرحها لكم. فعشان كده مش هيرضي ان هو يخش في اي سيرفر من دول. بس اه كل انت بتعمله بتختار السيرفر وتضغط على جون كونوفي اللي هي مكتوبة تحت على اليمين. هتلاقي ده خلق السيرفر بتخش بعد كده على اه بتفتح الخريطة بتلاقيها يعني تلاقي صاحبك موجود في الخريطة فاهمني? تلاقي صاحبك موجود في الخريطة وبيبقى اسمه مكتوب بشكل كبير. وبتلاقي فوق هنا مكتوب عدد اللاعبين في الجزء ده واسم السيرفر. بقى انت كده خلاص دخلت. ده كده بالنسبة للانلاين اللي موجود جوال لعبة نفسها والانلاين ده بيشتغل على النسخة المكرقة. آآ نسخة المسروعة. بالاخر يعني انه انت منزلها مكرقة يعني مسروعة. لان اللاعبة بفلوس تمنى تقريبا آآ خمسة دار تقريبا. آآ معرفش على تخفيضه ولا لا دلوقتي. بتشتريها عن طريق منصة ستيم برنامج اسمه ستيم بتكتف جوجل ستيم وتشتريها عن طريقه. نيجي بقى لتاني خطوة وهو الانلاين العالمي اللي انا بلعب فيه دايما في اللايف على التيك توك هترى رابط في الوصف. وده ركز عشان آآ يعني تعمل كل حاجة من اول مرة. الموضوع سهل جدا مش صعب على الفكرة. بس يعني محتاج تركيز شوية. اول حاجة بتعملها ان انت بتخش على حساب ستيم اللي انت مشتري عليه لها بقى بتخليه عام. دي اول خطوة بتعمله عشان ما حصلش عندك مشكلة لما تيجي تثبت البرنامج. فبتيجي على اسمك في وبتختار اللي هي اول اختيار وبتيجي على وبعدين بتيجي على بتخلي كل حاجة يعني بتضغط على الساهم على كلمة دي تخلي كل حاجة بتخليها نفس الكلمة تمام? كل حاجة بتخليها ببليك. بس دي كده اول خطوة. نخش على تاني خطوة بقى. اه اللينك اللي هنفتحه هتلاقوه في الوصف. بتيجي على اه الرفضة تلاقيه في الوصف. بتيجي تضغط على كلمة اه اللي موجودة فوق على اليمين. هتضغط على ضغط واحدة. هيفتح لك الصفحة اللي قدامك دي. بيشرح لك هنا بيقول لك انت في حاجات ماينة لازم تكون عاملة عشان تقدر اه تسجل في الموقع وتبقى يعني الخطوات ماشية معك كويس. فخلينا نترجم نشوف بس ايه المطلوب مننا. اول حاجة لازم بيقول لك لازم يكون عندك لعبة يورو تراك سيمليتور اه عندك على ستيم وانت مش تريها. تمام? مش تريها. مش نسخة مقرقة. وبالنسبة برضو نفس النظام لان في اه يورو تراك سيمليتور. وفي امريكان تراك سيمليتور. اللي اتنين بتقدر تفتحها عادي. متى كده اول شرط ان انت كن مشتري اللعبة. وبقول لك ان نسخ المقرصانة يعني نسخ المسروقة مش هتشتغل. تاني حاجة اه بيقول لك ان انت لازم تكون لعبت اللعبة ساعتين. تمام? فانت وبيطلب منك الشرط ده لان انت هتخش الان لازم تكون متعلم اللعبة. لان الغلطة بحسائي بقى تايم الحادسة او اتغبط حد او اترخم على حد ممكن تاخد فيها بين من ثلاث ايام لمدى الحياة. فعامني? حسب بقى حسب انت عملت ايه بالزبط. يعني اللي بيفتح هيك بيبقى اخد بان مدى الحياة. دي الحاجة الوحيدة بصراحة اللي وجدتني كان واحد فتح هيك وانا انا نفس انا اخدت بان مدى الحياة بسبب اللي لايك. طيب اه تالت حاجة يكون حساب ستين بتاعك اه عام. هما الثلاث خطوات دول. اول حاجة عندك اللعبة مشتريها. تاني حاجة اه لعبت اللعبة اكتر من ساعتين. تالت حاجة اما مش ساعتين تاري. مش ساعتين على فكرة يعني اه المهم ان انت كنت بتاع شوية بس هو بحسبها لك ساعتين يعني. لو ساعتين بالزبط فاسيب الجهاز بتاعك شغال في اي وقت تكون فاضي فيه ولا حاجة سيب اللعبة مفتوحة. تالت حاجة ان الحساب بتاعك على ستيم يكون اه عام. فبتضغط هنا على كلمة وبتفتح الحساب بتاعك. لكن طبعا انا مش هادر ان انا افتح حسابي لان انا سجلت قبل كده. طبعا الكلام ده مفيش اسهل منه ان ان انت بقى تحط البيانات ستيم بتاعك وبعدين هو هيحاولك لموقع اه بتسجل في الموقع واسمه وبريد والكلام ده كله سهل يعني مش مش محتاج. طيب بعد ما خلاص انت سجلت خليني مسلا افتح حسابي. خلاص انت خلصت وسجلت في موقع طبعا انا اسمي مكتوب فا هو لان انا خلاص انا سجلت في الموقع. هتلاقي هنا كلمة باللون اللي اقدر بتلغط عليها. وتلغط هنا عشان تحمل البرنامج. لازم تكون مسجل في الموقع عشان تقدر تحمل البرنامج. كفاهمني? فانا حملت البرنامج مرة طبعا فمش هحمله تامي. بعد ما بتحمل البرنامج طبعا الاصدار الجديد اخر اصدار من هم غيروا شكل البرنامج. حجم البرنامج بقى مية وتلاتين ميجا. كان طبعا في الاول خالص كان حجمه تلاتة ميجا اتنين ميجا بالكتير قوي. فبتلاقي شكله بالشكل قدامك ده. هتفتح البرنامج. تلقى اين هو هيبدأ يسبت لوحده. يعني هو بيختار المصار اللي موجود في اللعبة بتاعتك. اللي انت مسبت فيه اللعبة. يعني بيسبت لوحده. هنا طبعا بيقول لي اعمل لك اختصار في سطح المكتب للبرنامج ولا لأ? فهنوافق عشان نبقى نفتح اللعبة من سطح المكتب على طوب. كده هو خلاص خلاص. تثبيت. نقول اصلا خالص هو بيسبت من نفسه. ولو حصل عندك مشكلة واللعبة ما اردتش تفتح فكل عالك بتيجي على كلمة اول حاجة ما تعدلش اي حاجة في الكلام ده. بتيجي على الاختيار التاني اللي تحت. اللي هو جنبيه اي رو تراك سيميليتور تو. وامريكان تراك. طبعا لو عندك امريكان تراك هتعمل نفس الخطوات اللي اعملها في اليورو تراك سيميليتور. لو هو ما حددش المكان بتاع اللعبة عندك على الجهاز او حدد المكان غلط. فكل اللي عليك بس يعني مسلا اه انا مسابت ستيم في الاي. فهنيجي على ايكونة ستيم في سطح المكتب. هتروح للفولدر اللي انت مسابت فيه ستيم وتخش على ستيم اب كومون بتاخد المسار ده. وتحط المسار ده هنا. ماشي? في المكان ده. تمسح القديم وتحط ده مكان. لكن هو تلقائيا يعني تلقائيا بيحدد المسار بتاع اللعبة اللي انت مسابت في اللعبة من غير ما تحدد. هو التهريس الجديد كده دي احلى احلى حاجة فين هو بيحددها من نفسه. انا بقول لك الخطوة دي لو انت البرنامج محددش المكان بتاع اللعبة. فاللعبة انت شوف انت مسابتها فين? طبعا انا مسابتها في ستيم في هتلاقيها في جوة فولدر ستيم ستيم اب كومون هتلاقي فولدر اللعبة. كده احنا خلاص خلصنا. بنيجي بقى نفتح لان دي اخر خطوة احنا هنعملها في اللعبة وكده هنقدر ندخل براحيتنا. بعد ما تفتح اللعبة طبعا اول حاجة بيقول لك سجل الاكاونت بتاعك اللي انت مفتحته في موقع تمام? فبتكتب هنا الاكاونت وهنا الواسورد طبعا انا هعمل لهم بعد كده بتجي طلعت على كلمة بتحدد السيرفر اللي انت عايز تدخل فيه. طبعا السيرفرات دي اه السرعة فيها اخيرها مية وعشرة. اول تلاتة. السيرفر ده السرعة مفتوحة. لكن ما فيوش ناس كتير. السيرفر ده خاص بخريطة اللي فيها الدول اللي مش هتقدر تخش فيه. السرعة فيه اخيرها مية وعشرة. السيرفر اللي هو اركيد ده السرعة فيه مفتوحة. بس ده خاص بخريطة برضو. يعني انت لو انت مشتري اللعبة مش مشتري معها الاضافات ولا خريطة بتختار اول اربع سيرفرات اللي هم اه وده وده واركيد. طبعا اكتر سيرفر بيكون في ناس اللي هو اول سيرفر. سيرفر ده بيتميل على الاخر تقريبا بيعدي الاربعة تلاف لاعب آآ يوميا. فهنيجي نختار اول سيرفر. السرعة مية وعشرة بس السيرفر حلو هي احلى حاجة ما يكون في ناس كتير. طبعا انت عندك بروفايل بقى والكلام ده كله عارفة هنخش على بتضغط بعد كده على كلمة ما لكش دعو بالالتاني اللي احنا شرحناه في البداية بتاعة الفيديو. ملناش دعو بين انهائيا احنا بنخش الال العالمي دلوقتي. اللي هو في العالم كل موجود في اللعبة. طبعا في اعدادات بسيطة كده عشرحها لكم. آآ ونختم فيديو النهاردة. اول حاجة الكلام اللي بلون لازرق اللي انتم شايفينه ده. ده واحد خد كيك يعني اضطرد من السيرفر تقريبا تلاقيه قاعد فترة من غير ما يتحرك. لان اللي بيقعد فترة من غير ما يتحرك بيتطرد. فنبدأ باول حاجة آآ ثانية واحدة بس كده. اسامي الناس بتلاقيها مكتوبة على العربات الشاحنات بالشكل انت شايفه ده لو عايز تخفيها بتضغط اف احداشر. بتلاقيها اختفت زي انت شايف كده. تمام. بنضغط على عشان نكمل بقية الاعدادات. طبعا دي القائمة اللي فيها اللعبين اللي موجودين في المنطقة اللي انت فيها بس. مش في السيرفر كله. المنطقة اللي انت فيها فيها كام واحد? فيها واحد وعشرين شاحنة. بلاير اه واحد وعشرين. يعني المنطقة دي فيها واحد وعشرين واحد. طبعا اسمائهم كلها ايه? لو عايز تعمل بلاغ على واحد لو عمل هادسة ودخل فيك وكده تختار بتلعط عليه تختار تعلم وتشوف هو عمل فيك ايه بالزبط قفل الطريق او دخل فيك او ايا كان وتعمل لو صاحبك عنده حمولة وانت عايز نفس الحمولة لازم هو ياخدها الاول بتيجي على هتلقوا تروح تستلم الحمولة من الشركة اللي صاحبك خدها منه. لو عايز تضيف صاحبك على من اول حاجة. لو عايز تضيف صاحبك على الموقع بتاع او لو انت عايز تعمل لحد لو شوته مزعج لان فيه المايك من حرف اكس بتلغط على اكس وتتكلم بتلاقي في علامة مايك زهرت زي انت شايفين كده. علامة المايك اللي زهرت في اليمين تحت. اه ما علينا بعد كده اه عندك ايه تاني? اه عندك لو انت عايز تعمل اه حمولة خاصة بيك من بلد لبلد معينة تحددها انت بنفسك بدل ما تخلي اللي بتحددها لك. اه طبعا القايمة دي عليها شرح لوحدها. بعد كده عندك الاعدادات بقى بتاعة او القايمة فيها اه بتكتب هنا بتاعك ده بيبقى جنب اسمك زي ما انت شايفين كده فوق جنب اسم اهو. ثانية واحدة اورره لكم. عايزين حد يكون عامله بس. ثانية واحدة. زي ده كده شايفين اللي مكتوب اللون الاحمر ده. هو ده اللي بيبقى مكتوب جنب اه جنب اسمك اللي هو اسمه ثانية واحدة. هو التاج ده. فبتكتب هنا لو انت عايز تكتب حاجة وتحط اللون. ما تعدلش اي حاجة هنا. اه طبعا دي لو انت عايز صاحبك ياخد نفس الحمولة لازم تكون عاملها عشان صاحبك يقدر ياخدها. ما تعدلش اي حاجة دي التردد بتاع الراديو. تسعتاشر سيبه زي ما هو ده الاساسي. بتيجي على قائمة هنا بتحدد اللي بتسمع منه الصوت. عشان تسمع صوت الناس في قلب اللابة. هنا بتحدد المايك. وطبعا هو بيكون محدده لوحده ساعات. ولو عملت هتسمع صوتك. تتأكد المايك شغال. زي ما شفته كده الصوت شغال. لو عايز تشيل صوت بتشيل علامة الصحي دي. بعد ما تخلص ترغط نيجي على الجيم ما تعدلش في حاجة. جرافيك ما تعدلش في حاجة. هنا برضو تعدلش اي حاجة. بس كده. تقفل. خلاص كده. اه انتهينا من الشرح النهاردة. هتمنى تكونوا استفدتوا. ولو حد عنده يسأل اكتبوا في الكومنتات. خلنا ندعس دعسة بس كده نسمعكم الطرق بالاسكانية قبل ما نقفل. تنسوشوا اللايك واشتركوا في القناة. شوفكم ان شاء الله في حلقة اشتركوا في القناة.